وفي مقابلة خاصة مع مركز الأخبار أكد أول متعاف من حالة فيروس كورونا في مملكة البحرين المواطن جعفر مهدي أن وضعه الصحي كان مستقرا منذ لحظة دخوله لمركز العزل مشيدا بجهود الفريق الطبي الذي حارص على رعايته خلال فترة تواجده يوم ما جي كان عندي أعراض بسيطة فأصخونة بس وراحت يعني فماحتجت حق علاج يعني زيادة في المستشفى فالحمد لله ألقتهم المناعة هي اللي طلعت المرض يعني إن شاء الله كلها خير تقريبا اليوم العاشر في المستشفى يعني حدود عاشرة أيام تقريبا نحن في المستشفى ولو مرطيبة يعني أهم شي النفسية تكون زينا خلاص تقدع المرض إن شاء الله طبعا الأطباء وكل الكادر الطبي يعني الحمد لله كلهم متعاونين وما شفت أي شي يعني والحمد لله كنت يعني مرتاح يعني مو مضايقيني شي يعني حين أنا أطلع لازم أقعد في البيت 14 يوم بعد بعد 14 يوم إن شاء الله نرجع طبيعي الحياة الطبيعية إن شاء الله طبعا ما يحتاج يخافون من شي يعني وهمش يتعاونوني الكادر الطبي يعني كل أمر تمشي يعني يعني نفس أنا ما طلعت إن شاء الله اليوم غير يطلع باتشير ولا أقبل إن شاء الله طبعا المريض جعفر كان في حالة مستقرة معظم الوقت من أول ما وصله للمركز ما احتاج لعلاجات خاصة وإنما كان يعني في العزل ومتابعة دورية من قبل الطاقم الطبي لحالته والحمد لله يعني هو أول مريض كان يعلن اصابته بالفيروس واليوم هو أول مريض تماثل لشفاء معظم الحالات الثانية بنفس طريقة المريض جعفر يعني حالتها مستقرة ما تاخد علاجات خاصة يعني حالتها مستقرة ويعني مجرد نحن قاعدين ننتظر يعني تكون عينات الفيروس السلبية عندهم على اساس ممكن نطلعهم مثل جعفر للبيت